ينضم إلينا في الاستوديو الآن معالي الدكتور خليل فولادي مستشار سمو العضو المنتدب لجهاز أبو ظبي للاستثمار أهلا وسهلا بك وعظم الله أجركم في فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الله يرحم فقيدنا الغالي وأنا نيابة عني وعن نفسي وعن قيادات وشعب دبلة الإمارات نعزف فقيدنا العالي الشيخ خليفة بن زايد الله يرحمه ونهني أنفسنا قيادة الاختيار المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة نعم لديكم مسيرة طويلة من العمل المؤسسي في إمارة أبو ظبي وجهود ومسيرة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله كبيرة في تعزيز العمل المؤسسي في الدولة ماذا تقولون عن هذه المسيرة الطويلة من العطاء من الجهد الكبير في خدمة هذا البلد الشيخ خليفة الله يرحمه كان من المؤسسين الدولة من أعمدة الدولة وهو اليد الأيمن وكان اليد المنفذ لسياسات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بسلطان مؤسس الدولة وكان دائما شيخ خليفة كولي عهده ورئيس المجلس التنفيذي الجهة المنظمة والجهة المخططة والجهة المشرفة على إنجازات الدولة فشيخ خليفة الله يغفر له كان من رواد البلاد من مؤسسين الدولة وإنجازاته بيّنه في كل مجالات المجتمع سواء التنمية الاقتصادية والمجتمعية وحتى في السياسات الخارجية فشيخ خليفة يعني رجل كان ذو حكمة وهو امتداد للمؤسس شيخ زايد بسلطان نعم الكثير وكل من كان بالقرب من الشيخ خليفة يصف هذه الشخصية بأنها شخصية لديها من الحكمة لديها من الطيبة لديها من الكرم صفات حميدة ونبيلة كثيرة يعني يتصف بها الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان وهي صفات يعني ليست غريبة فهو خرج من بيت الشيخ زايد المؤسس رحمه الله ماذا تقول عن هذه الشخصية شخصية الشيخ خليفة رحمه الله الشيخ خليفة يعني علاقتي أنا مع الشيخ خليفة أكثر من الراعي والرعية فأنا تربيت يعني مع الشيخ خليفة الله يغفر له وكنت زميلة في الصف الثاني اللي ابتداي يعني اهتمان الشيخ زايد بالتعليم هذا يبين اهتمام الشيخ زايد بالتعليم لما فتح أول مدرسة في أبوظبي ما كان هناك في مدرسة في العين فشيخ زايد رحمه الله عليه بعث الشيخ خليفة إلى أبوظبي ليلتحق في المدرسة الجديدة فكان الله يغفر له من الطلاب المتميزين وكان يبين عليه في هذا الوقت في شبابه يعني هو عمر من 10 سنة أو 13 سنة بس كان يعني عند الصفات القيادية ونحن نحس في هذا الشيء ونحن صغار فعلاقتي أنا يعني معاه يعني من الطفولة ولكن يعني لما فتعوا مدرسة النهاياني في العين رجع الشيخ خليفة إلى العين وصار يعني مثل ما تقول يعني فترة ما كان عندنا اتصال إلي أن ما أنا كملت دراستي الجامعية والتحقت بالدارة الخاصة عند الشيخ زايد دارة الخاصة بصدره رئيس الدولة وكان شيخ خليفة بن زايد الله يرحمه وبعد يعني مشرف على هذه الدائرة فكان دائما عندنا يعني اتصال مع الشيخ خليفة الله يرحمه بالحديث عن شخصية الشيخ محمد بن زايد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس الدولة تابعنا هذا الانتخاب من المجلس الأعلى للالتحاد والجميع يعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منذ سنوات طويلة له مسيرة كبيرة في خدمة هذه الدولة بفضل جهوده بفضل رؤيته بفضل جهوده على الصعيد الدولي والإقليمي وأيضا جهوده في داخل الوطن من تأسيس مشاريع من رؤية مستقبلية من دعم للشباب والاستثمار في الإنسان ماذا تقول عن شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان الشيخ محمد بن زايد الله يوفقه هو امتداد للشيخ زايد هو فكرة تنموي تطوري بكل المجالات أثبت الشيخ محمد بن زايد في قيادة القوات المسلحة لهذه السنوات في تطوير القيادة المسلحة ومن سرنا الدولة الإمارات من الدول المتقدمة جدا في هذا المجال ودخوله للتقنيات الجديدة في المجال العسكري وشيخ محمد كان اليد الأيمن المغفور لشيخ خليفة في قيادة المجلس التنفيذي والذي كان تقوم بتنمية الإمارة في أهل كافة المجالات وشيخ محمد الله يحفظه دائما يقولنا التركيز يكون على البشر التركيز يكون على التدريب التركيز يكون على التمكين وخاصة توكين المواطنين في قياداتهم في إنجازاتهم في عملهم ومرة كنت أحضر المجلس الاقتصادي أول مجلس الاقتصادي الشكل في أبوظبي أول سؤال الشيخ محمد كان كم نحن نصرف في التعليم من الميزانية وكيف نحن ممكن نتطور يعني نطور البشر اللي عندنا أن يوصلون إلى درجة لأنهم يكونون قيادات الدولة فكما نعلم أن الدول رقيها تبني على ثلاثة أو أربع ركائز يعني الموارد الطبيعية والموارد البشرية والقيادة القيادة هي أهم دور اللي تربط الأشياء هذه في بعض ونحن الحمد لله توفقنا وتوفقنا اليوم توفيقنا بقيادة جديدة قيادة شابة لشيخ محمد اللي عنده هذه الرؤية للمستقبل والمستقبل اللي ركيزها المواطن ركيزها البشر ركيزها مثل ما يعني تكلم عن الخمسين سنة في المستقبل كيف الاعتماد يكون ما يكون على النفط ويكون على الموارد الأخرى وقطاعات الأخرى وبدأ في تنفيذ هذه المشاريع من فترة وإن شاء الله يعني تكمله إلى الأمام ونحن كمواطنين وكمسؤولين يعني ثقثنا كاملة بقيادة شيخ محمد بن زايد وهو امتداد يعني للمؤسس ونحن مطمئنين بهذه القيادة وإن شاء الله التوفيق لدولة الإمارات ونحن نشوف دكتور هذا التطور وهذا الازدهار وهذه التنمية في دولة الإمارات في المقابل هناك جهد كبير ومسيرة طويلة من العمل والرؤية وتوجيهات من القيادة الرشيدة ماذا تقول عن هذا الجانب يعني أنت كنت بالقرب من قيادة الدولة في العمل المؤسسي في الإمارة ماذا تقول عن هذه الرؤية عن هذا الجهد الذي يقومون فيه للوصول لما وصلنا إليه الآن وبعد عندهم الطاقة وعندهم الرؤية أن نوصل لمراتب أعلى وأكبر بين دول العالم شوف الأرقام تتكلم لما استلم الشيخ محمد وليات العهد في 2004 الناتج القومي لدولة الإمارات كان 120 مليار دولار اليوم الناتج القومي 420 مليار دولار يعني نحن نتكلم على 300% تضاعف في موارد دولة وفي قوة اقتصاد الدولة وهذه مايت من فراغ ولا أجد يعني من ثروة بترولية ولا نفطية هذه كانت من القيادة اليوم يعني الاقتصاد غير نفطي يشكل 72% من الاقتصاد القومي في الدولة الإمارات وهذه تبين هذه الأرقام هي التي تبين الانجازات العظيمة التي تحققتها القيادة و و دائما يعني أنا يعني كان يرسنا في مجلس دارة جهاز أبوظبي الاستثمار وشيخ محمد دائما رؤية المستقبلية يعني مثلا ركزوا على قطاع التكنولوجيا المتقدمة رقدوا على الأشياء الذكية يعني توجيه يعني صراحة صائب الحمد لله ماذا تقول عن شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنت يعني عملت بالقرب من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كيف تصف هذه الشخصية العظيمة الشيخ محمد بن زايد من القيادات اللي يمكن الشباب تعرف الإنسان يعطي بتوجيهات ويعطي ثقة في الفرد عساس يقوم في مهامه وهذا نفسه يعني نوع من القيادة ما تتحصل فيه كل حد ودائما يعني يقدر الهجاز فدائما يعني يحتفل بالأشياء بالنتائج فيحسس بالناس المسؤولين أنهم لهم قيمة أن هذا الهجاز يعني شيء مشترك فهذه من صفات القائد ودائما يعني يحب التشاور يعني يأخذ المشورة من الناس قبل أخذ القرارات وهذه من صفات القائد أيضا نحن مقبلين بإذن الله على حقبة جديدة من الازدهار والتنمية والإنجازات في دولة الإمارات رسالة توجهها للجيل الجديد الذي سيكون جزء مهم وعليه رهان كبير وثقة بإذن الله في محلها من القيادة الرشيدة مثل ما قال الشيق محمد بن زايد يعني الإنسان هو المستقبل فطور نفسك اعمل بجهدك والإنسان مسؤول في كل مكان في العمل الذي يقوم فيه فكل إنسان مكمل يعني نحن كدولة الدولة مكملة من أفرادها من عائلتها نعم بلا شك هو عمل كبير وإنجازات بإذن الله مستمرة وسيرة ومسيرة تستمر منذ عهد المؤسس وإلى المستقبل ماضون بثقة وتفاؤل بإذن الله دكتور خليل فولاذي مستشار سمو العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر